كل إجراءات يشوف الإجراءات مظبوط يدي له إذن يتابع ويراقب ويسجل وصوت وصورة وكل يقول لك عليه ده صوت وصورة في مبالغ كبيرة جدا رشاوة فساد رشاوة فساد ما بين كبار المسؤولين دول في التموين وما بين شبكة تمانية يمكن تمانية أو تسعة الشبكة تضم تمانية أو تسعة منهم أكبر واحد فيهم مستشار وزير التموين اتقبض عليه في مكتبه الساعات اللي فاتت جنب مكتب الدكتورة علي مستشار وزير التموين بس الوزير ملوش علاقة يعني تاني وخرج من الوزارة متكلبش يا جماعة يا ناس هذا الرجل بالمناسبة موجود في التموين تقريبا يمكن 2015 أو 2016 ولسه مترأي من كم شهر كده بعدين اتمسك ناس أيضا بتوع مطاحن شركات خاصة وناس كمان مسؤولين في شركات سكر أو أحدى شركات السكر ومسؤولين كمان في شركة أحدى شركات الجملة إيه الفساد ده ما عشان كده لما منقول إنه فيه غلط والموضوع مش طبيعي وإنه فيه أمر لازم يتشاف المفاجأة إن الدكتور علي مصالح نفسه من كم يوم طلع وقال لك المشكلة في التوزيع أو المشكلة في التوزيع مع الوزير عشان المسؤول عن التوزيع اتقبض علينا المبارح أو النهاء اتقبض علي الساعة اللي فاتت يعني هي اللي كانت المشكلة هل ده يعقل هل ده يعقل في بلد يعني دولة بتوفر كل حاجة مع عشان كده نقول يا جماعة هو ألاف الأطام من السكر تنزل مش موجود أو السكر بيغلى بتنزل مئة ألف طن وغالي مئة وسبعين ألف طن وغالي ليه عشان فيه فساد تلاعف الأسعار حجم الحجب المواد التامونية حضراتكو عارفين ده معناه ايه تقبض على الشبكة دي وحالياً موجودين أمام نيابة أمنة الدولة العليا بتحقق معهم كل دول وممكن يبقى فيه آخرين بالمناسبة دول أضيطين كبار ولكن تاني التحية لجهائة الرقابة الإدارية هذا الجهاز محترم كل رجالته الأبطال إنه هو أنت ده دورك كده أنت مفيش طبطب على حد رئيس الوزراء لسبوع اللي فات عمل اجتماع يوم الخميس خميس اللي فات مع كل أجهزة الرقابية التموين والرقابة الإدارية وحماية المستهلك وكل ورئيس الوزراء عايز أقول لحضراتكو اللي أنا عرفته يوم الخميس رئيس الوزراء مش عايز أقول لكم عمليه في الاجتماع ده قاعد رئيس الوزراء يتكلم مع الأجهزة الرقابية ومع الناس اللي قاعدة والتموين كانوا حضرين وغيرهم كانوا حضرين مش عايز أقول رئيس الوزراء كان بيقول إيه مش عايز أقول لكن كل مواطن يعرف رئيس الوزراء وأنا بقول لك كده كان يعني مش عارف كان نقص يعمل إيه يوم الخميس اللي فات على عشان المواطن هو رئيس الوزراء بيتكلم كده وبيعمل عشان المواطن تاني المواطن قدام كده سيد رئيس والدولة وكل مؤسسات حواء جزيتها شغل عشان حضرتك تم مصادرة 900 طن كام 900 طن من أحد مصانع 900 طن سكر من أحد مصانع التعبئة بأحدى المحافظات هم احنا عندنا هاية القابلة احنا عندنا ثلاث محافظات تقريباً أو أربعة نتكلم على القاهرة الجيزة المينيا ممكن يكون فيه محافظة واقعت مني اللي حصل فيه من حكاية دي التفاصيل دي قد يكون فيه محافظات أخرى أو محافظة أو اتنين كمان ولكن تم مصرر في حتة واحدة بس في مصنع واحد 900 طن سكر 900 طن دول مخصصة من الدولة اللي انها بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب كمان وخمس أطنان تانية والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لخمسة طن كمان يعني عندك 900 السعر أزم من السعر للدولة محددة وخمسة طن كمان مش حطين عليهم أسعار أو التلاعب في السعر بتاعهم عدم طبع الأسعار بتاعتهم خمسة طن منتكلم طبعا وتم كمان هيط الرقابة الإدارية إنه بعض أصحاب المطاحن في محافظة تانية باعوا كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي آه والله هو لسه في ناس بتعمل كده هو لسه في ناس فكرة إنه البلد سايبة هو لسه في ناس إنه يعمل كل ده وإنه يبقى بعيد عن إنه هيتساب وإنه كمان درجة إنه الرقابة جاء وكمان والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض وخفض جودة المنتج بالتواطئ مع بعض المسؤولين بمدرية التومين المختصة هل ده معقول؟ هل ده معقول يا جماعة؟ الأمر الآخر لما حضرتك كمان النيابة العامة عامل النهاردة بيان كمان مهم النيابة قالت لك إنه في إطار ما تبذله أجيس الدولة من جهود للتصدي لجراء انبيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء إيه بقى اللي حصل؟ أسفرت الجهود عن ضبط خمسمائة وتسعين طن سكر واربع وخمسين طن زيت وثمنتاشر طن رز محجوبة عن المواطنين لبيعها في السوق السوداء بأزية من السعر الرسمي وإن النيابة العامة بشرة التحقيق وأحالة المتهمين واللي توفر من توفرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم راحوا المحكمة كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة دية للجهات التابعة لوزارة التومين لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد سبوت صلاحاتها للسلاك الأدمي طيب وأنا مرة تانية بحيي مع المسشار الجليل النياب بالعام محمد مسشار محمد شوقي وكل عضاء النيابة العامة وزي ما بقول كده مهمة أوي حضرتك أي إجراءات بتتاخذ النهاردة عنوانها الضرب بيد من حديد والتصدي لجرائم اللي هي خاصة ببيع السلع الاستراتيجية سواء في السوق السوداء أو إخفاءها عن المواطنين أو حجبها أو احتكارها ده دور الأجهزة الرقابية ودور الأجهزة التي تقوم بهزين بهزين إجراءات وتاني بقول لما أنا النهاردة عندي مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع اللي إيه هو متورط وعلى رأس قضية الفساد ترجمة نانسي قنقر